بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثالث من الوحدة الرابعة ذكرنا في الدرس الثاني أنه قد يتفق الشركاء على أن يدفع الشركة جديد قيمة تزيد عن القيمة الدفترية مبلغا يزيد عن القيمة الدفترية للشركة وقلنا أن الشركاء قد يتفقوا على أن يعتبر هذا المبلغ زيادة في رؤوس أموال الشركاء بما فيه الشركة الجديد أو أن يتم تقييم يعتبر جميع ما دفعه الشريك الجديد رسمان له ويتم تعويض الشركاء السابقون بأن يتم تقييم الشركة وتسجيل الفرق بين القيمة الدفترية للشركة وبين ما قيمت به الشركة أصل من أصول يسمى الشهرة وفيما يلي مثال على ذلك أن الشركة التضامن يمتلكها زيد وعمر تمتلك أصولا بمبلغ مليون ثلاثمائة ألف ريال وعليها مطلوبات تبلغ ثلاثمائة ألف ريال قررت إدخال عدنان شريكا ثالثا فيها على أن يكون له خمسين في المئة من الشركة على أن يدفع مبلغ مليون خمسمائة ألف ريال يعني أنه يدفع زيادة عن القيمة الدفترية للشركة وقد تم تقييم موجودات الشركة قبل دخول الشركة الجديد بمبلغ مليون ثمانمائة ألف ريال وقيمة الشركة مليون ثلاثمائة ألف ريال وتم تقييم الشركة إعادة تقييم موجودات الشركة مبلغ مليون ثمانمائة ألف ريال واعتبر الفرق البالغ خمسمائة ألف ريال شهرة يالية تقسم بين الشركين السابقين بالتساوي المطلوب تسجيل قيود اليومية النازمة ويكون في هذه الحالة القيد كالآتي من مذكورين حساب البنك بالمبلغ الذي دفعه الشريك وحساب شهرة المحل وهو الفرق بين موجودات الشركة وبين ما قيمت به الشركة مليون ثمانمائة ألف ريال ومليون ثلاثمائة ألف ريال إلى مذكورين رأس مال زيت ورأس مال عمر بمبلغ ملتين وخمسين ألف ريال لكل منهما وتم تقسيم مبلغ شهرة المحل بينهما بزيادة رؤوس أموال الشركاء بمبلغ الخمسمائة ألف ريال بواقع ملتين وخمسين ألف ريال لكل منهما ورأس مال الشريك عدنان أي أنه تم اعتبار ما دفعه الشريك عدنان رأس مال له وبالتالي أصبح رأس مال الشركة تم زيادة رأس مال الشريك زيت ملتين وخمسين ألف ريال ورأس مال الشريك عمر ملتين وخمسين ألف ريال وتم اعتبار جميع ما دفعه الشريك عدنان رأس مال له بواقع بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال